موسيقى الوحيدة طور ظهرا في الكاهرة موازلها بالأخبار أهلا بكم يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا قولة خالقية تشمل الكويت والبحرين وقال بيان الرئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس الكويت تستارق يومين يتبحث من خلالها مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة تليها زيارة طول البحرين يعقد خلالها الرئيس مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري استقبل اليوم نظيره الأريتري عثمان صالح ومستشار رئيس الأريتري يماني جبر في إطار زيارتهم الحالية إلى القاهرة أكد شكري خلال هذا الرقاء بحسب بيان للخارجية المصرية على الاهتمام المصري بتطوير العلاقات مع أريتريا في المجالات المختلفة ومتابعة لبرامج التعاون الثنائية القائمة فيما بين البلدين في ناحية القضائية جدت محكمة جناية القاهرة اليوم جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهم الآخرين في قضية هنة سلطة القضائية إلى جلسة يوم 30 من شهر سبتمبر للنطق بالحكم استمعت المحكمة في الجلسة إلى مرافعة من دفاع مرسي ومن دفاع المتهمين الآخرين إلى الملف السوري حيث اتفقت روسيا وتركة إيران على إنشاء أربع مناطق للتهاديئة في البلاد وقد فادت وكالة رورترز أن الاتفاق يلزم القوات السورية والمعارضة المسلحة بوقف العمليات العسكرية كافة بما في تلك العمليات الغارات الجوية إضافة إلى توفير ممارات إنسانية لمحاولة توصيل المساعدات الطبية ولعودة المهجرين المدنيين إلى مناطقهم مرة أخرى إلى الانتخابات الفرنسية التي تحظى برأي العام حاليا حيث حضرت لينة الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسائل الأعلام في البلاد من نشر أي شيء يتعلق برسائل الإلكترانيات المسربة والمتعلقة بحملة المرشح المستقل إيمانويل ماكرون حضرت لجنة في بيان من أين أي توسيل أعلام ستنشر أي شيء يتعلق بالإيمانات المسربة من حملة ماكرون سوف تقع تحت طائلة القانون نهاية مجزي الأخبار شكرا لكم وإلى منتقا شكرا لكم